مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الاثنين الرابع عشر من شهر أغسطس آب 2023 تركيا تعتقل عضوة في البرلمان الألماني اعتقلت تركيا في مطار أنطاليا النائبة اليسارية في البرلمان الألماني جوكاي أكبولوت حيث كان هناك مذكرة اعتقال صادرة بحقها بتهمة الدعاية الإرهابية والسبب هو منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي تعود لعام 2019 حيث انتقدت بشدة الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا في نفس العام اقتيدت النائبة في سيارة شرطة ولم يطلق سراحها إلا في وقت متأخر من المساء حيث ضغطت الحكومة الاتحادية بشدة على تركيا وطالبتها بالإفراج الفوري عن النائبة غادرت أكبولوت إلى اليونان في اليوم التالي ومن المتوقع أن تعود إلى ألمانيا يوم الثلاثة جدير بالذكر أن النائبة اليسارية المولودة في تركيا دعت مرارا وتكرارا إلى رفع الحظر المفروض على أنشطة حزب العمال الكردستاني في ألمانيا مع العلم أن الحزب محظور في ألمانيا وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة منذ عام 1993 بطاقة دفع بدل أموال وقسائم لطالبي اللجوء تخطط مدينة هنوفا لإلغاء الدفع النقدي والقسائم لطالبي اللجوء يعني الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لجوء وبالتالي سيتم في المستقبل منح مصروف الجيب لطالبي اللجوء عن طريق بطاقة دفع خاصة يتم الآن تجريب البطاقة على مجموعة صغيرة يبلغ عددها حوالي 300 شخص لاختبار وظائف وقبول وسيلة الدفع مع العلم أن مقاطعتين هامبورغ وباين تستعدان أيضا لتقديم بطاقة دفع لطالبي اللجوء جدير بالذكر أن المتقدمين بطلب لجوء لديهم حق قانوني في الحصول على ما يسمى بمصروف الجيب لتغطية الاحتياجات الشخصية الضرورية يعتمد المبلغ على الحالة المعيشية والعمر على سبيل المثال يتلقى الشخص البالغ العازب حاليا حوالي 182 يورو شهريا حركة جديدة من وزارة الداخلية لمكافحة جرائم العشائر كان يتعين على المحققين في السابق إثبات أن أفراد العشائر أو العائلات الكبيرة المشتبه في ارتكابها عمليات احتيال حصلت على أصولها بشكل قانوني ولكن وزارة الداخلية الاتحادية تريد قلب المبدأ فبحسب الاستراتيجية التي تتبعها وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزا لمكافحة الجريمة المنظمة سيتعين على المشتبه بهم من أفراد العشائر أن يثبتوا أنهم حصلوا على أصولهم بشكل قانوني يعني أصبح العبء الآن يقع على عاتقهم في إثبات أن العقارات والسيارات الفاخرة التي يملكونها لم يتم تمويلها بطريقة غير قانونية جدير بالذكر أن حوالي ربع العائلات الإجرامية المدرجة في الأحصائيات هم لبنانيون أو ألمان من أصول لبنانية وهناك حوالي 20% جنسيتهم غير معروفة كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم